بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداء مبع فمرحبا بكم في حياتنا الجديدة ونحن نحجددها بأنوار الله سبحانه وتعالى التي ملأت الأكوان كلها نحيا في نوره ومع أنواره فننور حياتنا فنتحقق بنور حياتك فتشع السعادة في حياتنا كلها اليوم سنتحدث عن نور الناس يشتقون إليه كلما قبلت إنسانا يقول لك لابد أن نسترد الإنسانية لابد أن نحتاج إلى أن يعود الإنسان مرة ثانية إلى الحياة وكأنهم يقولون لك لابد أن يولد الإنسان من جديد نعم هم يقولون هذا لا نحن نحتاج إلى إنسان جديد إنسان نحتاج إلى إنسان يحب ويحب نحتاج إلى إنسان يعرف قيمة من عنده مشاعره وحسيسه نحن نعرف ما نريد نحن نعرف أننا نحتاج إلى إنسان في قلبه ماذا؟ آه في قلبه الرحمة نحن نحتاج إلى إنسان في قلبه نور الرحمة نعم نحن نحتاج إلى ذلك الإنسان نحتاج إلى ذلك الإنسان الذي يمتلئ قلبه بأنوار الرحمة الله سبحانه وتعالى تكلم عن الحبيب فقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَاللَّهُ سبحانه وتعالى رَبُّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ سبحانه وتعالى نور السموات والأرض العالمون كلهم بلا استثناء يحتاجون إلى الرحمة لم أكن أستغرب ما كان يقوله أصحاب النور أصحاب نور العلم عندما كانوا يبدأون معنا بالتدريس عندما كانوا يبدأون معنا في التعليم يبدأون بشيء عجيب يبدأون باب النور الأكبر باب العلم بحديث واحد وهو الحديث الذي اصطلح المحدثون والعلماء على تسميته بالمسلسل بالأولية لماذا مسلسل بالأولية؟ لأنه أول حديث كان يحدث به الشيخ تلميزه على الدوام ما هذا الحديث؟ الحديث يقول الرحمون يرحمهم الرحمن تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم يرحمكم بالضم وبالسكون على الجواب وعلى الخبرية يرحمكم من في السماء إما على الدعاء وإما على الإخبار معنى هذا ماذا؟ لماذا كانوا يبدأون طريق العلم طريق النور بهذا الحديث ليعلمون أنك إذا دخلت حياة العلم حياة النور فلابد أن تدخلها من باب الرحمة وكأن من أراد أن يدخل ليكون وريثا لأنوار النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يدخل من باب الرحمة عليك أن تدخل من باب الرحمة إذا أردت أن تدخل على العلم وعلى رحاب العلم لماذا؟ لماذا؟ لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم تقليات أنوار الله سبحانه وتعالى قد جاءك من الله نور وكتاب مبي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور من عند النور سبحانه وتعالى أشرقت به القلوب وهدى الله به الناس نور صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تندرج في سلسال النور في سلسلة النور وفي سند النور سند الحبيب صلى الله عليه وسلم فلابد أن تدخل من باب الرحمة ليتصل سندك بمن قال فيه الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إذن الباب هو باب الرحمة وياك إن السؤال لماذا أراد العلماء إذا أردنا أن ندخل من هذا الباب ندخل من باب الرحمة كان لي قصة مع أحد ما شيخي كنت في أول الطلب في أول طلب العلم أسعد بأنني أطلب العلم فذهبت فسألت شيخي سؤالاً واضحاً فسألت له أيهما أولى يعني أله أيهما أعلى درجة عند الله أهل المعرفة أم أهل الخدمة فقال لي أهل الخدمة عبيد الملك فمن تعدى عليهم تعدى على الملك فعلمت بعد ذلك أنك إذا أردت أن تدخل في طريق المعرفة والعلم فعليك أن تدخل من باب الخدمة الباب الخدمة الذي مكتوب عليه رحمة للعالمين فإذا أردت أن تتعلم العلم فعليك أن تتعلم العلم وأنت تريد الرحمة للعالمين يا سادة لابد أن نعرف أننا إذا أردنا أن نسترد الإنسان وأن يعيش الإنسان في راحة ورخاء فلن نستطيع أن نسترد الإنسان إلا بالرحمة اسمعوا نحن لا نحتاج إلى استرداد الإنسان إلى رحم ولكن نحتاج إلى رحمة فارحموا الناس تولد ويولد من جديد الرحمة باب من أبواب السعادة وباب من أبواب الهناء انظروا الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يسعد الناس وأن يتكلم على أن الرحمة هي باب من أبواب السعادة قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعوا الرحمة يا سادة باب من أبواب السعادة والهناء نور الرحمة يا عبد الله إذا دخل إلى قلبك ذوقت حلاوة السعادة الرحمة إذا تغلغلت في قلبك عرفت معنى الأشياء انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعد بالتعامل مع الطفولة ويعلمنا كيف نذوق حلاوة الطفولة الطفولة التي بها نسترد سعادتنا وإذا أردت أن تعرف أن الطفولة يسترد بها السعادة أول ما تجلس مع الطفل تجد الإشراق والبشر قد سرى إلى قلبك لماذا؟ لأن الطفولة باب من أبواب السعادة ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله عجيب مع الأطفال فماذا فعل؟ فلما وجد الطفل الذي هو باب من أبواب السعادة ونحن قلنا أن نحن سنتكلم على أن نور الطفولة من أنوار السعادة فقال رسول فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا من أطفاله لعله الحسن أو الحسين أو محسن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فدخل عليه أحد الصحابة فقال له يا رسول الله أتقبل أطفالك؟ والله إني عندي عشرة من الأولى ما قبلت واحدا منهم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينظر الإنسان إلى الشخص الذي أوحل نفسه في أبواب أبواب الهم والغم والتعب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ أوسع أبواب الراحة أن ترحم الناس فيودي ذلك لا لشيء إلا لشيء واحد إلى فتح قلوبهم لك فبرحمة من الله لنت له يا الله رحمة الله التي ألقاها الله في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك الرحمة التي جعلت الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لقد رأيتني يحكي عن نفسي لقد رأيتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لقد رأيتني ورسول وليس هناك بيت أبغض إلي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبائك ومنك والآن ليس هناك أهل خباء أحب إلي من خبائك يا رسول الله عجيب هذا الأمر الرحمة الرحمة تفتح أبواب القلوب يا عبد الله ولذلك دائما أقول لإخواني اسمعوا وتأملوا كل قلب له بابان باب يفتح على الخلق وباب يفتح على الحق باب مفتوح على الخلق وباب مفتوح على الحق سبحانه وتعالى الباب مفتوح على الخلق مفتاحه الرحمة والباب المفتوح على الحق سبحانه وتعالى مفتاحه الحب فيا عبد الله كن رحيما كن محبا رحيما تكون من أهل الفتح وسنعرف بعد الفاصل إن شاء الله كيف نستطيع أن نعيش مع أنور الرحمة فتوسع قلوبنا وتفتح لنا أفاقا من أفاق الزوق الذي كان يزوقه صلى الله عليه وسلم من أزواق أن يجعله الله سبحانه وتعالى بابا عظيما من أبواب جنة الدنيا التي كانوا يدخلونها عندما يفتحها الحبيب صلى الله عليه وسلم للناس بمفتاح الرحمة سنعرف هذا بعد الفاصل إن شاء الله ألقاكم على خير عدنا إليكم وكان آخر ما تكلمنا فيه قبل الفاصل هي الصحبة المحمدية تكلمنا عن الرحمة المهدى صلى الله عليه وآله وسلم وكيف هو الباب الذي يفتح جنة الدنيا والسعادة عندما أخبرنا بأن الرحمة ماذا تفعل الرحمة؟ قل لنا يا رسول الله قال الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى الله أكبر ما الذي نحصله إذا رحمنا الناس؟ ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء سبحانه وتعالى في مشهد غريب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المشهد الأخير مشهد ما قبل الجنة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ما أحلاك وما أشهاك وما أبهاك يا رسول الله إيش يقول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعملي قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمته الله أكبر الرحمة هي التي تدخلنا الجنة لن ندخل الجنة بأي شيء إلا بالرحمة يا من تبحثون عن باب واسع من أبواب الجنة ارحموا تدخل الجنة ارحموا يفتح لكم أبواب السعادة تفتح لكم أبواب السعادة ارحموا تكونوا في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحموا من الرحمن تعالى وإذا رحمك الرحمن دخلت الجنة ولكن كيف تكون الرحمة في الدنيا بابا من أبواب ماذا بابا من أبواب السعادة نحن رأينا إذا رحمنا الناس يتسلقون على أكتافنا ويتعبوننا فالرحمة في الحقيقة لا تعود علينا إلا بالتعب هذا غير صحيح ولكن في الحقيقة الرحمة يا عبد الله من أعظم أبواب السعادة وأبواب الهناء تعالى لننظر إلى الرحمة ستستبدل الانتقام برحمة المسامح ستستبدل العنة والضيقة والحقدة وكل هذه الملهبات التي تحرق صدرك وتحرق حياتك بالرحمة بالرحمة ولذلك يا سادة كل الذي نراه في المجتمعات من حرائق ومن خلافات ومن شجارات ومن متاعب دواؤها الأساسي الرحمة ولذلك قلت أمور ترمم ما فسد من المجتمعات الرحمة والحلم المشترك الرحمة يا سادة من أوسع أبواب السعادة في المجتمعات انظروا إلى تلك الرحمة التي فتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فمكة يا عباد الله لم تفتح بالعشرة ألاف جندي لم تفتح بالعدد ولا بالعدة ولكن فتحت بالرحمة برحمته صلى الله عليه وسلم ما الفائدة أن نفتح مدينة الحرم ومدينة القدس الأكبر لله سبحانه وتعالى في الأرض ما فائدة أن نفتح مدينة بيت الله الحرام وتكون لنا الأرض ولا تكون معنا القلوب ولكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته اذهبوا فأنتم الطلقاء فتح قلوب أهل مكة فدخلوا في دين الله أفواجه فتح قلوبهم بالرحمة فتح قلوبهم صلى الله عليه وآله وسلم برحمة الله التي أودعها في قلبي من الحكايات المشهورة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عجيبة ما هي يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين فأخرج حظ الشيطان من قلبه فالناس يفهمون أن الذي أخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم حظ الشيطان من غوايته أعوذ بالله غواية من غواية الحبيب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فكان كتلة من الرحمة وكتلة من هداية فأي غواية تكون في قلبه حشاو صلى الله عليه وسلم فما الذي أخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما حظ الشيطان الذي أخرج من قلبه يا عباد الله في أوفق تفسير علماء لما أخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حظ الشيطان من رحمته صلى الله عليه وسلم ولو ترك الحبيب لنفسه صلى الله عليه وسلم لطلب واسترحم لإبليس طلب الرحمة لإبليس ولكن الله سبحانه وتعالى لأن في إبليس قضاء لأن فيه قضاء مبرما وأنه قد حكم عليه أنه رجيم أخرج الله سبحانه وتعالى رحمة الحبيب من قلبي اعلم أن خروج الرحمة من قلبك هي التي تفجر في قلبك الآلام الرحمة يا سادة ترياق القلوب أنك إذا رحمت الناس ترحم نفسك إذا رحمت الناس فتحت على نفسك بابا من أبواب راحة البال والهناء والسعة والرفق والفتح إذا رحمت الناس رحمك الله سبحانه وتعالى ووسط لك ما بين الناس وفي قلوب الناس وسط القبول والود والرأفة والهناء الرحمة هي باب من أبواب معاملة القلوب والسريان في حياة الناس فتدخل في قلوبهم بغير استئذان لماذا؟ لأنك لما رحمتهم أمنوك على قلوبهم فتدخل قلوبهم بسر الرحمة بسر النور المحمدي فيجع الله سبحانه وتعالى لك بابا من أبواب الدخول على القلوب بغير استئذان لأنك رحمتهم هذه الرحمة يا عبد الله التي لو عدنا إليها لعد الإنسان إلى حقيقتي إلى حاله الأول ولذلك احفظ عني الرحمة يا عبد الله شطر الفطرة فإذا أردت أن تسترد الفطرة فاسترد الرحمة لأن الرحمة يا عبد الله شطر الفطرة فإذا كنت رحيما عدت لفطرتك فطرة ماذا؟ فطرة بدأت معك بكل ما يبدأ به الله بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم فطرتك يا عبد الله كانت فطرة رحيمة وعلموك كيف تحقد وكيف تحسد وكيف تغتر وكيف تقسو وكيف تنتقم فخصموا من رحمتك وخصموا من سعادتك وخصموا من هنائك إذا أردت أن تسترد إنسانيتك وإذا أردت أن يسترد الناس إنسانيتهم أنشر رحمة بين الناس افتح أبواب الرحمة لهم ستجد المسألة أوسع بكثير مما تريد لو فتحت باب من الأبواب الرحمة لا تحزن ولا تظن أن هذه ما سيقولونه عنك بأنك ذو غفلة بأنك ذو غفلة لا تعبأ بهذا لا تعبأ بهذا لماذا لأن الله يحب خم القلب الله يحبك إذا كنت رحيما ارحم الناس يا عبد الله تذوق حلاوة أن يرسل الله سبحانه وتعالى لك أحبال وده ورحمته يا عبد الله الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يربطك بأعظم ما يربطك من الناس اشتقى للمكان الذي تسكن فيه غافلا عن كل ما يحيط بك من مشقة وبلاء اشتقى له اسما من الرحمة سبحانه وتعالى من اسمه فأسكنك الله في بطن أمك الرحم التي اشتقى لها اسما من اسمه سبحانه وتعالى لكي يقول لك إذا أردت التخلص من كل متاعبك من كل أوجاعك فادخل في رحم الرحمة تكن في هناء وتكن في حفظ ويكفيك أنك ستذوق حلاوة أن يرحمك الرحمان سبحانه وتعالى فالراحمون يرحمهم الرحمن تعالى ادخل في رحم الرحمة وارحم الناس وارحم نفسك تدخل في سعادة لا تنقطع وتدخل في جنة المأوى بأنوار الرحمة وبمفتاح رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي به تفتح الجنة فادخل في جنة الدنيا بالرحمة يا عبد الله واسترد إنسانيتك وإنسانية الناس كن رحيما تذوق حلاوة السعادة في الدنيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء وألقاكم على خير في الحلقة القادمة مع نور من أنوار جنة الدنيا وسعادتها مع أنوار الله سبحانه وتعالى لنور حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر